نجدد على حضراتكم التحية مشاهدين أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن انطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين تتضمن القافلة أكثر من 250 شاحنة محملة بأكثر من 4000 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية جهود مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين لم تتوقف منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حيث تعمل الدولة على توفير المساعدات الإغاثية لهم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل الدعم من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء منذ بدء العدوان فهذه هي القافلة السادسة في مرحلتها الأولى التي أعدها التحالف والتي تشمل أكثر من 250 شاحنة وتحوي على أكثر من 4000 طن من المساعدات المختلفة نحن بفضل الله كان معتاد من ساعة الغزو على غزة وإحنا القافلة يمكن دي الست أو السبع وإحنا من القافلة بتطلع بنبدأ نجهز في التانية وده بتنصيق مع التحالف الوطني والمستبع العنين دايما تبع التحالف الوطني وتشار فينا تبع التحالف الوطني القافلة تضم أكثر من 3000 طن من المواد الغذائية بالإضافة للمستلزمات الطبية والأدوية والمياه وأكثر من 100 طن من الخيام والمراتب وشارك في القافلة نحو 12 كيانا من كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الفورية والإغاثة الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة المراري دي المرارة الستة اللي احنا بنشارك فيها في المساعدات المتوجهة لإخواتنا في غزة احنا معنا ثلاث تريلات فيهم مستلزمات طبية وفيهم أدوية وفيهم بطاطين طبعا حضارك احنا بنرأي فيها الحاجات اللي هي ضرورية لإبقاء الحياة في الإخواتنا الفلسطينيين سواء حاجات بتقل في النزيف أو سواء حاجات أساسية للجروح والبتر والحاجات اللي هي في العمليات والكلام ده كله ودي كلها حاجات بتبقى حجمها قليل جدا ومكلفة جدا فطبعا التريلات الواحدة اللي طلعها معنا معديها لتنين مليون جنيه احنا مشاركين في القفلة رقم 6 لأهلنا في قطاع غزة من خلال عشر عربيات تريلات محملة بكل عربية فيها خمس تلاف كرتونة مواد غزائية وسلع غزائية أساسية لأهلنا في قطاع غزة ما بين السلع الأساسية ما بين سكر ورز ومكارونات كل السلع الأساسية اللي بيحتاجها القطاعية بالتنصيق مع التحالف الوطن وهكذا تواصل الدولة جهودها القصوى للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر والسعي الحثيث من أجل زيادتها بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون محمود جميل التلفزيون المصري